اشتركوا في القناة ويبدو ان هذا السلوك ظاهر مشترك بين معظم القطط هل اثار فضولك ان تعرف السبب وراء ذلك؟ اليك التفسير نشر احد مستخدمي موقع ريديت فيديو تم تصويره عن طريق الصدفة لقطة قفزت في الهواء عند رؤية حبة خيار منقاط على الارض تفاعل الناس مع الفيديو على سبيل الفكاهة وقاموا بنشر فيديوهات مشابهة بعد ملاحظة انه سلوك مشترك بين معظم القطط حتى اصبحت هذه الفيديوهات هي الاعلى تفاعلا على الموقع في اواخر عام 2015 وضع مصورو الفيديوهات حبة الخيار خلف القطط بينما تأكل وانتظروا حتى تلاحظها وتنوعت استجابات القطط قطط تبدأ بالهجوم بعض القطط تهرب باقصى سرعة واخرى اعتادت رؤية حبة الخيار ولكنها تفضل الحذر تفسير الظاهرة اولا هذه الصورة توضح كيف ترى القطط العالم مقارنة بما يراه الانسان للدقة تبدو رؤية القطط ضبابية بالنسبة لرؤية الانسان اي ان ما يراه الانسان واضحا على بعد مئة قدم تحتاج القطة ان تكون على بعد عشرين قدم منه لتراه بالوضوح نفسه هكذا ترى القطط اللون الاخضر رؤية القطط تشبه رؤية الانسان المصاب بعمل الوان اي ان عقلها يترجم كفة الالوان الى ثلاثة الوان فقط الاحمر والازرق والاخضر لكن ليس تماما كما يراه الانسان ربما تراها باهتة كظلال الوان رؤيتها الباهتة وتضارب الالوان يجعلوا رؤيتها لحبة الخيار اشبه بالثعبان من ناحية اللون الذي تراه باهتا كالظل ومن ناحية الحجم او الشكل الذي تراه ضبابيا وباستخدام غريزتها البرية عندما ترى حبة خيار تزحف على الارض خلفها فتظن ان هناك ثعبانا يهاجمها فيصيبها الفزع ثانيا عنصر المفاجأة القطة كائنات حذرة للغاية ولا تأكل الا اذا شعرت بالامان ولذلك تجدها في بعض الاحيان تقوم بنقل اكلها من المكان المخصص للأكل الى اخر اذا شعرت باي تغير مفاجئ في معظم الفيديوهات وضعت الخيارة في محيط طبق الطعام الخاص بها واثناء تناول القطة للطعام وما دام التأكل فهي تعتبر هذه المنطقة امنة تماما بالنسبة اليها مما يجعل رؤية حبة الخيار تشبه الثعبان امرا غير متوقع حدوثه اطلاقا في منطقة امنة اذا كنت من محبي القطة ما رأيك في اولئك الذين يتعمدون افزاع القطة بالخيار من اجل تصوير لقطة مضحكة شاركنا رأيك شكرا